موسيقى أعزائي الطلبة والطالبات أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات للصف الحادي عشر أدبي أعزائي الطلبة والطالبات درسنا لهذا اليوم بعنوان التبادل وحل المعادلات تابعونا بالتفصيل ولكن بعد فاصل قصير تابعونا موسيقى أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي الطلبة والطالبات ودرسنا لهذا اليوم وهو التبادل طبعا أعزائي الطلبة والطالبات نلاحظ إحنا لما نمشي بالسيارات السيارة لازم يكون عليها رقم هذا الرقم في حرف أبجدي درسنا لهذا اليوم يوضح لنا إشلون إحنا نختار الأرقام والأحرف وهو عن طريق التبادل التبادل مثال تمهيدي لعمل لوحات السيارات المطلوب أن تبدأ اللوحات من اليمين بحرف من الحروف الأبجدية يتبعه ثلاثة أرقام يتم اختيارهما من المجموعة 1 2 3 4 5 6 فنجد أن لوحة السيارة باء 21 تختلف عن لوحة السيارة باء 12 أي أن الترتيب مهم ومأخوذ بعين الاعتبار مثل هذا الترتيب عزيزي الطالب يسمى تبديلا إذن التبديل أو درسنا لهذا اليوم الشغلة المهمة فيه اللي هو الترتيب وعامة التبديل هو وضع العناصر وفق ترتيب معين رد عزيزي الطالب لاحظ قال لي هم نفس الشيء ترتيب إذن التبديل نربطه في التبديل عدد تبديل نون من الأشياء هو مضروب نون وإحنا خذينا في حلقتنا السابقة في مبدأ العد مضروب النون ننتقل إلى قانون التبادل عدد تبادل نون من العناصر المختلفة مأخوذة منها رأ في كل مرة نون لم رأ تساوي نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اثنين إلى أن نوصل إلى نون ناقص رأ زائد واحد بشرط حيث أن رأ ونون تنتمي إلى الأعداد الصحيحة الموجبة والشرط الثاني عزيزي الطالب أن يكون رأش فيه أزغر أو تساوي نون أزغر أو تساوي نون عند رأ تساوي صفر يعرف أن نون لم الصفر تساوي واحد لاحظ نون لم رأ تساوي نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اثنين إلى أن نوصل إلى نون ناقص رأ زائد واحد رأ عامل في نون ناقص رأ في إلى أن ننزل تنازليا إلى ثلاثة في أثنين في واحد على نون ناقص رأ في إلى أن نوصل إلى ثلاثة في أثنين في الواحد إذن يساوي نون لم رأ يساوي نون مضروب على نون ناقص رأ مضروب وهو قانون التبادل إذن لما أني نقرأ عزيزي الطالب قانون التبادل وهو نون لامراء يساوي نون مضروب على نون ناقص راء مضروب إذن قانون التبادل مثل ما قلت أنه نقرأه على صورة نون لامراء تساوي نون مضروب على نون ناقص راء مضروب طبعاً المضروب عزيزي الطالب ممكن أنه نطلعه باستخدام الآلة الحاسبة هم نفس الشي قانون التبادل اللي هو ممكن أنه نطلع التبديلة عن طريق اللي هو الآلة الحاسبة ندخل أول شي العدد نون بعدين نضغط على زر الـ NPR بعدين ندخل اللي هو الراء ونطلع اللي هو التبديلة نون لام الراء طبعاً عن طريق الأمثلة عزيزي الطالب تابعنا رح تعرف إشلون إحنا نطلع التبديل نون لام راء مثال رقم واحد أوجد قيمة كل مما يلي موضحاً خطوات الحل ألف سبعة لام الثلاثة با خمسة لام الأربعة زائد خمسة لام الخمسة جيم عشرة لام السبعة وتقسيم تسعة لام الستة الحل نشوف ألف نبدأ نطلع التبديلة سبعة لام الثلاثة تساوي طبعاً نطبق القانون اللي هو نون لام راء يساوي نون مضروب على نون ناقص راء مضروب طبعاً عزيزي الطالب إحنا خذينا في الحلقة السابقة اللي هي حلقة مبدأ العد شنون نحسب مضروب العدد إحنا عندنا الحلقة مضروب العدد سبعة اللي هو سبعة في ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في أثنين في واحد طبعاً مضروب الأربعة من وين يات من حاصل طرح سبعة ناقص الثلاثة مضروب أربعة في ثلاثة في أثنين في واحد طبعاً ممكن إننا إحنا نختصر اللي هو أربعة وثلاثة والأثنين من البس مع الأربعة والثلاثة من المقام يبقى عندنا سبعة في الستة في الخمسة إذن إحنا لما نقول سبعة لام الثلاثة إذن بنطلع قيمة الثلاث عناصر أول شيء اللي عندنا اللي هي السبعة في الستة في الخمسة ولكن طبقنا إحنا قانون التبادل فيها يساوي ميتين وعشرة طبعاً عزيزة الطالب ممكن إننا إحنا نتأكد من الحل هذا عن طريق نروح بالآلة الحاسبة ندخل أول شيء اللي هو العدد سبعة بعدين نطق الـ MPR وبعدين ندخل اللي هي قيمة الآر ثلاثة نطق يساوي يعطيني اللي هي ميتين وعشرة نتأكد إننا إحنا حلنا صحيح في هذا الوقت ننتقل عزيزة الطالب إلى بق خمسة لام الأربعة زائد خمسة لام الثلاثة الخمسة يساوي خمسة لام الأربعة بتطبيق اللي هو قانون التبادل خمسة مضروب الخمسة على خمسة ناقص الأربعة مضروب زائد مضروب الخمسة على مضروب خمسة ناقص الخمسة طبعاً لما أي خمسة ناقص الأربعة يعطيني مضروب الواحد زائد خمسة مضروب على خمسة مضروب خمسة ناقص خمسة اللي هو مضروب الصفر احنا خذينا في البداية عزيزة الطالب أنه هو مضروب الواحد يساوي واحد ومضروب الصفر يساوي واحد إذن خمسة في أربعة في ثلاثة في أثنين في واحد على واحد زائد خمسة في أربعة في ثلاثة في أثنين في واحد على مضروب الصفر يساوي واحد طبعاً بإجراء العمليات الحسابية يعطيني 5 لام الأربعة تساوي 120 زائد 5 لام الخمسة تساوي 120 بعملية الجم إذن 5 لام الأربعة زائد 5 لام الخمسة تساوي 240 إذن ممكن عزيزي الطالب إنه إحنا همش نفس الشيء نتأكد باستخدام الآلة الحاسبة نتأكد من طريقة الحل والناتج النهائي ننتقل عزيزي الطالب إلى جيم جيم 10 لام السبعة على 9 لام الستة طبعاً نبي ناخذ 7 ترتيبات من العشر اللي عندنا معناته إنه إحنا رح نطبق قانون التباديل نون لام راء تساوي نون مضروب على نون ناقص راء مضروب نفكه نطبق القانون يعطيني مضروب العشرة على مضروب عشرة ناقص السبعة طبعاً هذا البسط نروح حق المقام المقام يساوي 9 مضروب التسعة على 9 ناقص ستة اللي هو مضروب 9 ناقص ستة هنا عزيزي الطالب نطرح 10 ناقص السبعة يعطيني ثلاثة إذن مضروب الثلاثة إذن البسط 10 مضروب العشرة على مضروب الثلاثة هنا حق المقام 9 مضروب التسعة تنزل 9 ناقص ستة يعطيني ثلاثة إذن مضروب الثلاثة على مضروب الثلاثة طبعاً باستخدام الاختصار بين البسط والمقام مضروب الثلاثة يروح معه مضروب الثلاثة يبقى عندي اللي هو عشرة مضروب العشرة على مضروب التسعة طبعاً عزيزي الطالب ممكن إحنا هنا نفتح مضروب العشرة عبارة عن شنو عبارة عن عشرة عشرة في مضروب التسعة على مضروب التسعة نختصر مضروب التسعة بالبسط مع مضروب التسعة بالمقام يبقى عندي الناتج عشرة اللي هو حاصل قسمة عشرة لام السبعة على تسعة لام الستة طبعاً هنا موضح لي بالتفصيل عزيزي الطالب إنه مضروب العشرة تساوي عشرة في تسعة في ثمانية في سبعة إلى أن نوصل إلى الثلاثة في اثنين في واحد تنازلي ومضروب التسعة عبارة عن تسعة في ثمانية في سبعة إلى أن نوصل ثلاثة في اثنين في واحد طبعاً نجل الاختصارات تروح مع بعض من تسعة إلى واحد بالبسط والمقام يبقى عندي عشرة مثل ما وضحت عزيزي الطالب ممكن إني أنا أختار ممكن إني أنا أقدر أحسبها إنها عبارة عن عشرة في مضروب التسعة على مضروب التسعة أختصر يعطيني اللي هو الإجابة رقم أشرة الناتج ننتقل عزيزي الطالب إلى مثال رقم أثنين اشترك ثمان طلاب في اختبار الحصول على منحة دراسية بكم طريقة مختلفة يمكن توقع الفائزين الثلاثة الأوائل بالترتيب لما يقول لي عزيزي الطالب بالترتيب معناته أنا شنو قلت في بداية حلقتنا اليوم إن التبديل مرتبط في الترتيب إذن رح استخدم أنا التباديل في حل هذا التمرين الحل عزيزي الطالب لاحظ أن الترتيب مهم ومأخوذ بعين الاعتبار إذن يمكن استخدام التباديل لمعرفة عدد الطرق المختلفة للفائزين الثلاثة الأوائل إذن عدد الطرائق تساوي ثمانية لام الثلاثة تساوي بتطبيق قانون التبادل نون لام را تساوي نون مضروب على مضروب نون ناقص را يساوي مضروب الثمانية على مضروب الثلاثة يساوي ثمانية مضروب الثمانية على مضروب الخمسة ممكن أني أنا أفتح مضروب الثمانية عبارة عن ثمانية في سبعة في ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في أثنين في واحد على مضروب الخمسة اللي هي خمسة في أربعة في ثلاثة في أثنين في واحد أجري عملية الاختصار بين البسط والمقام إذن يبقى عندي بالبسط ثمانية في سبعة في ستة لاحظ عزيزي الطالب احنا نبي ناخذ من الثمانية ثلاثة طلاب ثلاثة طلاب عشان شنو نتوقع انهم فائزين الثلاثة الاوائل بالترتيب اذا هو عبارة عن الثمانية الفائز الاول جدامه الفائز الاول عزيزي الطالب جدامه ثمانية طلاب والفائز الثاني جدامه طبعا شلنا الفائز الاول يبقى عندي فائزين الثاني والثالث الثاني عنده سبع اختيارات بين الطلاب السبعة خلصنا من الثاني خدينا اثنين من الثمانية يبقى شم يبقى عندي ستة اذا الفائز الثالث جدامه ستة طلاب عشان نختار من بينهم اساس انه شنو ما نقدر نختار طالب وهو يطلع الاول ويطلع الثاني ويطلع الثالث لا لازم عندي بالتبادل الترتيب الأول يختلف عن الثاني يختلف عن الثالث إذن عدد الطرائق تساوي ثمانية في سبعة فيه الستة تساوي ثلاثة مئة وستة وثلاثين طريقة اختيار اللي هو توقع الفائزين الثلاثة الأوائل طبعا بالترتيب ننتقل عزيزي الطالب إلى مثال ثلاثة اشتركت سبع يخوت في سباق بكم طريقة مختلفة يمكن توقع وصول اليخوت الثلاثة الأولى بالترتيب نرد ونقول شنو بالسؤال بالترتيب يعني السؤال بروح نوضح نفسي عزيزي الطالب لما يقول لي ترتيب إذن تبديل إذن استخدم التبادل استخدم قانون التبادل نرجع حق المثال والحل ترتيب وصول اليخوت مهم ولا تكراره فيه يعني اليخت الأول ما يصر هو يوصل بالأول وبالثاني وبالثالث نفس اللي هو عدد الطلاب اللي اخترناهم الفائزين الثلاثة هنا يهم نفس الشي اليخت الأول والثاني والثالث نشوف اليخت الأول عزيزي الطالب سبعة يخوت يعني جدامنا يا أما رقم واحد يوصل يا أما رقم اثنين يوصل يا أما ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة رقم سبعة إذن جدام الفائز الأول سبع يخوت إنها تطلع بالمرتبة الأولى اخترنا إحنا واحد من اليخوت وصل يبقى عندي سبعة نفس الشي في البحر ستة بالبحر سوري فلما يكون ستة عندي بالبحر إنه يجدام الفائز الثاني ستة ممكن واحد من هذولي الستة إنهم يوصلون إن زين طلعت أنا الفائز اللي هو الفائز الثاني يبقى عندي شنو يبقى عندي خمس يخوت في البحر إن زين من هذولي الخمس يخوت أطلع المركز الثالث يعني المركز الثالث جدامنا شم اختيار خمس اختيارات إذا ممكن إني أنا أحلها أقول سبعة في ستة في الخمسة إذن عدد تباديل ثلاثة يخوت من بين سبعة إذن عدد طرائق تساوي السبعة لام الثلاثة باستخدام قانون التباديل نون لام رأى تساوي نون مضروب على نون على مضروب نون ناقص رأى مضروب السبعة على مضروب سبعة ناقص الثلاثة يساوي مضروب السبعة على مضروب الأربعة طبعا بإجراء العمليات الحسابية وفك المضروب يطلع الناتج عندي اللي هو اختصر بين البسط والمقام يطلع عدد الطرائق تساوي سبعة لام الثلاثة وهو حاصل ضرب سبعة في ستة في الخمسة فممكن عزيزي الطالب إحنا مثل ما وضحنا في بداية التمرين أو بداية المثال عندي إن إحنا جدام الفائز الأول سبع يخوت جدام الفائز الثاني إذا طلعنا الفائز الأول ستة يخوت حق المركز الثاني ونفس الشي حق الفائز الثالث جدامه خمسة يخوت عشان واحد من هذول الخمسة يحتل المركز الثالث إذن يساوي سبعة في ستة في خمسة يساوي ميتين وعشر طريقة ممكن أني أنا أختار فيها أتوقع وصول اليخوت الثلاثة الأولى بالترتيب إذن هناك ميتين وعشر ترتيب مختلفة لوصول اليخوت الثلاثة الأولى الأوائل لنهاية السباق مثال أربعة بعد انتهاء مباراة كرة القدم بالتعادل أراد المدرب اختيار خمسة لاعبين بالترتيب لركلات الترجيح بكم طريقة يمكن اختيار اللاعبين الخمسة من بين اللاعبين الأحد عشر طبعا عزيزي الطالب لما يقولي بالترتيب إذن أنا على طول أعرف أن هذه أحلها أنا بالتبادل إذن نرجع للحل المطلوب في المسألة إيجاد عدد التبادل من خمسة لاعبين المأخوذة من اهدعش لاعب إذن نون إهني كم تساوي إهدعش وراء تساوي كم خمسة إذن عدد الطرائق تساوي إهدعش لام الخمسة تساوي طبعا نطبق فيها قانون التبادل وهو نون لام راء تساوي مضروب نون على مضروب نون ناقص راء إذن مضروب العدد إهدعش على مضروب إهدعش ناقص الخمسة يساوي إهدعش مضروب على مضروب الستة يساوي إهدعش في عشرة في تسعة في ثمانية في سبعة طبعا إني ليش ما كملنا عزيزي الطالب؟ لأن إحنا نبي كم؟ خمسة من الهدعش يعني نبي الهدعش ونبي العشرة ونبي التسعة ونبي الثمانية ونبي السبعة إذن حاصل ضربهم باستخدام الآلة الحاسبة تساوي خمسة وخمسين ألف واربعمية واربعين طريقة إذن حل معادلات تتضمن تبادل؟ نشوف مع بعض عزيزي الطالب إحنا خذينا حل المعادلات المعادلة شنو إهي؟ إهي فيها مجهول أنزين نشوفها في التبادل شلون؟ وشلون رح نحلها؟ طبعا رح نستخدم شنو؟ اللي هو التحليل في حل المعادلات اللي عندنا مثال حل كل معادلة مما يلي ألف نون لام أثنين يساوي عشرين با نون لام أثنين يساوي اثنى عشرين نون نشوف عزيزي الطالب ألف نون لام الأثنين يساوي عشرين يعني نبي ناخذ من النون أثنين تبديلتين من النون اللي عندي اللي هي نون ونون ناقص واحد يساوي عشرين نزيل الحين إحنا شنسوي؟ نفتح الأقواس نون في نون يعطيني نون تربع ونون في ناقص واحد يساوي ناقص نون يساوي عشرين نسويها صفرية عزيزي الطالب يعطيني نون تربع ناقص نون ناقص عشرين يساوي صفر أحل المعادلة التربعية اللي عندي باستخدام التحليل ممكن أننا نستخدم تحليل ممكن نستخدم استخدام القانون أي طريقة سهلة عندك عزيزي الطالب تقدر تستخدمها في حل المعادلة طبعا نستخدم التحليل فيها نفتح قوسين نون تربع عبارة عن نون ناقص الخمسة في نون زائد الأربعة يساوي صفر طبعا نتأكد من التحليل أنه هو عددين حاصل ضربهم عشرين إذا طرحتهم من بعض يعطيني اللي هو سالب واحد نون ناقص خمسة يساوي صفر أحل معادلة من الدرجة الأولى إذا نون تساوي خمسة ونون زائد أربعة يساوي صفر إذا نون تساوي سالب أربعة طبعا عزيزي الطالب نلاحظ أنه نون تساوي سالب أربعة مرفوضة ليش؟ لأنه إحنا في البداية شنو قلنا؟ أنه نون تنتمي إلى الأعداد الصحيحة الموجبة وسالب أربعة ينتمي إلى الأعداد الصحيحة السالبة ننتقل عزيزي الطالب إلى السؤال إلى حل آخر لهذا السؤال عزيزي الطالب ممكن أني أنا أحل بطريقة أخرى نون لام الأثنين نبي إحنا تبديلتين من النون اللي هي نون ونون ناقص واحد أنه نشوف هذا الطرف الأيمن نروح حق الطرف الأيسر اللي هو العشرين أنزل العشرين عبارة عن شنو حاصل ضرب الخمسة في الأربعة يعني العدد في العدد الذي السابق له السابق له معناته شنو؟ اللي إذا نقصت واحد يعطيني العدد نفسه اللي هو العدد اللي قبله قبل الخمسة إذن عبارة عن شنو؟ نون لام الأثنين تساوي عشرين نون في نون ناقص واحد مثل ما قلت العشرين عبارة عن الخمسة في الأربعة إذن نون ش تساوي؟ خمسة ننتقل عزيزي الطالب إلى السؤال بق نون لام الأثنين يساوي 12 نون نفس الشي عزيزي الطالب نبي إحنا ناخد تبديلتين من النون اللي هي عبارة عن نون في نون ناقص واحد يساوي الطرف الأيسر 12 نون طبعاً أفتح الأقواس يعطيني نون تربيع ناقص نون يساوي 12 نون أسوي المعادلة اللي عندي معادلة صفرية عشان أقدر أنا أحلها بأي طريقة من طرق حل المعادلة التربيعية يعطيني نون تربيع ناقص نون ناقص نون ناقص 12 نون يساوي صفر إذن نون تربيع ناقص 13 نون يساوي صفر طبعاً هنا جمعنا الحدود المتشابهة باستخدام التحليل بإخراج العامل المشترك يعطيني نون في نون ناقص 13 يساوي صفر طبعاً إما نون تساوي صفر وهي مرفوضة لأن نون لازم تكون أكبر من الأثنين لأنه إحنا قلنا أن نون أكبر أو تساوي راء أكبر أو تساوي الراء أو نون ناقص 13 يساوي صفر إذن نون تساوي 13 وهو الحل ننتقل عزيزي الطالب إلى البنود الموضوعية طبعاً عزيزي الطالب عندنا البنود الموضوعية تتكون من هي بنود الصح والغلط والاختيار من متعدد أول شيء نشوف مع بعض بنود الصح والخطأ في البنود من 1 إلى 3 ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة وباء إذا كانت العبارة خاطئة 1 قيمة المقدار 10 لامة 3 هي 720 طبعاً عزيزي الطالب ممكن أننا إحنا هنا نقول باستخدام الآلة الحاسبة نبي نأخذ ثلاث تبديلات من العشرة اللي هي 10 في 9 في 8 أضربهم باستخدام الآلة الحاسبة يعطيني 720 وهو العبارة صحيح ننتقل إلى سؤال رقم 2 قيمة المقدار 5 لام الأثنين في 3 لام الأثنين تساوي 5 لام الأربعة طبعاً نفس الشيء باستخدام الآلة الحاسبة نبي نأخذ تبديلتين من الخمسة اللي هي 5 في 4 أضربهم في تبديلتين من الثلاثة اللي هي 3 في 2 أضربهم في بعض رح يساوي 5 لام الأربعة وهو عبارة عندي عبارة صحيحة ننتقل إلى سؤال رقم 3 قيمة المقدار 6 لام الأثنين يساوي 4 في 5 لام الواحد نشوف عزيزي الطالب 6 لام الأثنين عبارة عن 6 في 5 تساوي 30 إنسان و 5 لام الواحد تساوي 5 في 4 يساوي 20 هل 30 تساوي 20؟ طبعاً لا تساوي إذن العبارة عندي عبارة خاطئة ننتقل عزيزي الطالب إلى البنود اختيار من متعدد لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ضلل دائرة الرمز الدال على الاختيار الصحيح واحد من بين ثمان طلاب عدد الطرائق الممكنة لاختيار ثلاث طلاب الواحد تل والآخر للاشتراك في كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة على الترثيب هي ألف أربع وشرين باع ستة وخمسين جيم ثلاث أمية ستة وثلاثين دال إهداش عزيزي الطالب طبعا أول شيء نروح حق شنو كلمة الترتيب كلمة الترتيب معناته شنو التبادل نزيل عندي كم نون ثمانية اللي هم عدد الطلاب كم طالب أبي أختار أنا منهم أبي أختار منهم ثلاثة طلاب إذن عندي التبديلة شو تسوي ثمانية لام الثلاثة اللي هي كم أبي أخذ كم تبديلة من الثمانية أبي أخذ ثلاث تبديلات ما معناه إن جدامي أنا حق كرة القدم كم طالب عندي ثمان طلاب نزيل خذيت منهم أنا ها اللي هما الطالب الأول حق كرة القدم جدامي كم طالب بعدين حق كرة السلة يبقى عندي سبعة إذن سبع اختيار سبع طلاب جدامي نزيل هذه خذينا من السبعة واحد يبقى عندي كم واحد يبقى عندي واحد وهو كرة الطائرة نزيل كرة الطائرة جدامها كم اختيار ستة إذن حاصة عدد الطرائق تساوي ثمانية لا من ثلاثة تساوي اللي هي ثمانية في سبعة في الستة وممكن أن نحن نحلها كما في الشاشة اللي هو باستخدام قانون التبادل وهو يساوي ثلاثامية وستة وثلاثين طبعا عزيزي الطالب إذا يد ضرب ثمانية في سبعة في ستة هم يعطيني اللي هو الاختيار جيم ثلاثامية وستة وثلاثين وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم أتمنى عزيزي الطالب أنك أنت استفد في درسنا لهذا اليوم وهو التبادل وشرط التبادل قلنا الترتيب إذن نربط عزيزي الطالب التبديل بالترتيب أعزائي الطالب نراكم في حلقة أخرى من حلقات دروس الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة